تحتضن مملكة البحرين للاستشارات الشرعية المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية لتحدد نقاط القوة والضعف وتشخيص واقع الزكاة في المجتمعات الإسلامية وتكوين رؤية استشرافية ومقاصدية على ضوء الأهداف الشاملة لفريضة الزكاة أعلن صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقف عن انطلاق المؤتمر الدولي الزكاة والتنمية الشاملة ومن المقررين عقاده في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقف متمر الزكاة والتنمية الشاملة يسعى لبلوغ عدة أهداف منها استراتيجية وتنفيذية فضلا عن الأهداف الشاملة لفريضة الزكاة وتطبيقاتها التنموية حقيقة بودنا أن نستثمر خبرات الباحثين ونستنهض همامهم نحو بحث كيف يمكن أن نحول الزكاة من مفاهيم نظرية إلى تطبيق عملي منضبط بطريقة مؤسسية وفق أسر الحوكمة كذلك في الحقيقة حببنا أن نركز في هذا المؤتمر على الجوانب التطبيقية العملية وبالتالي سنقدم خدمة مهمة بتسليط الضوء على أنجح تجارب الزكاة في العالم الإسلامي ويأتي هذا المؤتمر الدولي في إطار دعم وتفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات المعاصرة إلى جانب فتح باب لمساهمة العلماء والخبراء بأفكارهم واطروحاتهم المتعلقة بتشقيص واقع الزكاة استقبلنا ما يقارب 180 بحث أو ورقة بحث وقبلنا منها 146 بحثا 146 بحثا الذي قبلناه من 21 دولة نهيك عن المشاركين من المفكرين والعلماء والباحثين من 23 دولة ويضرح المؤتمر مشروعه الزكاوي المعاصر عبر عشرة محاور علمية ونماذج مبتكرة في تطبيقات زكاة المعاصرة دعينا وفد من الأزهر الشريف اللي هو رئيس الجامعة اللي هو دكتور المحرصاوي والنائبي والإمام وإن شاء الله بيحضر منهم وفد إلى البحرين قدموا لنا موافقتهم وكذلك قمنا بزيارة حق العلامة الشيخ علي الأمين وأيضا عطانا الموافقة الرسمية اللي هي وصلتها الموافقات للحضور والحمد لله بيكون عندنا مجموعة كبيرة منها إن شاء الله بتهينا موافقات اللي هو المفتي عمان ومفتي روسيا يأتي ضمن الحراك والنشاط المتعلق برؤية مملكة البحرين عشرين ثلاثين كون مملكة البحرين رائدة في صناعة المؤتمرات وكذلك لها باع طويل على الصعيد العالمي في مجال الصناعة المالية الإسلامية هذا وتعد مملكة البحرين من أهم رواد تنمية قطاع الصيفة الإسلامية عالميا فضلا عن كونها تعد موطنا لأكثر من أربعمائة مؤسسة مالية تشكل مزيجا ثريا من أسماء المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين